أهلا بكم والنهاردة معانا موضوعات البحث المطلوبة مننا من سنة تلتة ابتدائي لحد سنة تلتة اعدادي وأول حاجة هنتكلم عن موضوعات المرحلة الابتدائية احنا عندنا كم موضوع للمرحلة الابتدائية؟ أول حاجة السياحة تلت حاجة الطاقة رابح حاجة المياه طيب احنا نعمل لأربع موضوعات؟ أقول له لا انت تعمل موضوع واحد بس أي موضوع تحبه طيب أنا في سنة تلتة هيبقى البحث بتاعي شبه اللي في سنة ستة؟ أقول له لا الوزارة نزلت لنا بعض القواعد اللي نمشي عليها وقالت لنا البحث مثلا في سنة تلتة ابتدائي لقواعد هيمشي عليها غير القواعد اللي هيمشي عليها الطالب في خمسة ابتدائي غير القواعد اللي هيمشي عليها الطالب في سنة ستة ابتدائي طيب القواعد ده أعرفها إزاي؟ أقول له الوزارة بنزل لنا شيتات بتشرح القواعد دي والمتطلبات للبحث لكل مرحلة طيب هتلاقيها فين أقول له هتلاقيها تحت في الوصف أو في الديسكريبشن على القناة طيب بالنسبة بقى للموضوعات المرحلة الإعدادية عندي كم موضوع؟ عندي ثلاث موضوعات بس أول موضوع تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية اتنين الزيادة السكانية والأمن الغذائي ثلاثة البيئة طيب هعمل إيه؟ هتعمل موضوع واحد أسهل موضوع تحبه عمله طيب هنعمل المشروع اللي وحدنا أقول له براحتك عايز تعمله لوحدك ماشي أو عايز تعمله مع واحد صاحبك برضو ماشي المهم مجموعة ما تزدش من خمس أفراد طيب إحنا كده عارفنا موضوعات البحث طيب عايزين نعرف بقى إزاي هنعمل البحث؟ أقول لك الوزارة قالت عشان الطلبة ما يتعبوش إحنا هننزل لهم نموذج يتبعوه ويعملوا بالبحث نموذج ثابت يحملوه على الكمبيوتر أو يطبعوه ويكملوه إزاي؟ أقول لك مثلا الوزارة منزل لنا ورقة مكتوبة عنوان البحث أو مكاتب عنوان البحث بعد كده الرقم التعريفي الرقم التعريفي ده اللي هو الكود هتكتب الكود بتاعك وبتاع أصحابك اللي مشتركين معاك في البحث بعد كده مقدمة عن البحث إحنا هنكتب المقدمة بتاعتنا اللي هي هتختلف من سنة لتانية على حسب عدد الكلمات اللي مطلوبة طيب بعد كده عناصر الموضوع طيب هنكتب العناصر بعد كده الموضوع وبعد كده النتائج طيب آخر حاجة إيه؟ المصادر اللي انت جبت منها البحث يعني انت مثلا جبت المصادر بتاعتك من كتاب المدرسة أو مكاتب كتاب المدرسة دخلت على المكتبة الرقمية ودخلت سمعت فيديو والقيت الفيديو ده جميل واستفدت منه فكتبت المعلوبات اللي انت حصلت عليه هتوم جاي على المصادر وكاتب المكتبة الرقمية وتكتب الفيديو ده تبع إيه؟ أقول له طبع مثلا نهضة مصر تكتب اسم الفيديو واسم الناشر عشان حقوق الملكية طيب البحث ده كم ورقة؟ ولا هيبقى كبير ولا صغير؟ أقولك كل سنة ليها بعض المتطلبات وعدد من الكلمات المحددة في البحث هموجودة في الشيط اللي الوزارة منزلاها اللي هو موجود في أول تعليق طيب يبقى المطلوب مننا الوقتين أول حاجة ان احنا نكون المجموعة بتاعتنا ونتفق مع بعض ونحدد كل واحد دوره إيه؟ في البحث يعني واحد يفكر انه ازاي يجيب للمعلومات التاني عنده أسلوب كويس في الكتابة فهو اللي هيكتب ويعمل نصق للموضوع واحد تالت ينصق بعض الصور عنده رؤية في الصور يعرف ينصق معانا فنعمل شكل البحث الجميل ده سواء بقى على الكمبيوتر أو بخط الإيد طيب احنا خلصنا البحث هنعمل ايه؟ أقول لك استنى آخر معادل تسليم البحث يوم 15.05 بس الوزارة قالت بالنسبة لتسليم الأبحاث يوم الاثنين 13.04 هحدد لك طريقة سهلة جدا تقدر ترفع بيها البحث على المنصة طيب انا كاتبه بخط الإيد برضو الوزارة هتقول لنا ازاي نسحابه سكانر وازاي نقدمه بطريقة سهلة للمدرس يعني الوقت المطلوب مننا ان احنا نكون المجموعة ونبدأ نفكر نعمل ازاي البحث بتاعنا طيب احنا عملنا البحث ازاي بقى اضمن انه هو هيتقابل او ما يتقابلش اهم حاجة في البحث خطوات البحث اللي احنا قلنا عليه كعنوان وكمقدمة ورقم تعريف وموضوعات والالتزام بعدد الكلمات سواء باللغة العربية او بالكلمات اللغة الانجليزية اللي مطلوبة مننا في البحث زي اللافتة زي الرسالة اللي هتطلب في البحث عشان يبقى البحث شامل لجميع المواد الدراسي طيب امتى بقى البحث بتاعي اترفض لو البحث بتاعي المجموعة دي شابه بحث مجموعة تانية هنا البحثين بيترفضوا وده اكبر حاجة غلط انت مطلوب منك تتبع خطوات البحث مش المطلوب منك تعمل احسن بحث في الدنيا لأ انت مطلوب منك تتبع خطوات البحث عشان تستفيد بعد كده ان شاء الله من الطريقة دي ويبقى تعلمنا طريقة جديدة في التعلم طيب بالنسبة للحاجات اللي هتوقف عندي اقولك انزل في التعليقات عندي في القناة وان شاء الله هتلاقي كل الاجابات تحياتي ليكم مستر عطازكي شحطو ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة